تحيسي فعلا الفيديو حقيقي جدا يعني تحيسي حد بيشتكي بجد مش تمثيل خالص مش تمثيل طب احنا شايفين ان انسي الفيديوز بتاعتك ما شاء الله بتجيب فيوز بالملايين بالستة مليون والتمانية مليون وكده فهو انت شر يعني مرعب وضخم فعايزين اعرف هل انسي بتخطبي فئة يعني عمرية معينة ولا بتركزي على ايه في الفيديوز عشان ما شاء الله تجيب كل الفيوز دي والله هو الاهم ان انا ما باجه دور على فيديو بدور على مشكلة تكون بتهم ناس كبيرة كتيرة يعني طب انا عايز اعرف بقى الكواليس الفيديو ده تحديدا ابراهيم يحكي لنا انت اللي كتب الفيديو ده معها طب انا عايز اعرف بقى الكواليس بتنفزوها ازاي عشان برضو لو في حد عنده المواهبة دي مش عارف يبدأ امنين يعني مين صاحب الفكرة الاول ولما جيت تكتب طريقة الكتابة لان انت بتكتب بطريقة او يعني او عمية بتاعتنا فاحكيلي بقى يعني بتعمل ده ازاي هو في فيديوهات انا بكتبها بتبقى ماي مثلا تدخل تقوللي انا عايز الفكرة دي اقول لها السكريبت مكتوب قبل ما تكلميني اوكي يعني بكتب الفكرة قبل ما تقوللي عليها لدرجة ان هي قالتلي انت انت مخاوي انت والله العظيم بجد يعني يام سمياني المخاوي انت حافظ دماغها يعني حافظ دماغها كمثلا لزمات معينة او كطريقة القاء لكن كون ان انا ابقى بكتب لها كتبت فكرة او سكريبت هي دخلت قولي على فكرته دي بالنسبة لي انا بقيت يعني هو انا جبت الفكرة مني اللي انت هتقوللي عليها تخاطر دارو تخاطر اه بالظبط يعني اه تخاطر دارو تخاطر يعني برضو في مرة كنت بكتب لها حاجة كده قالتلي انا كنت لسه هاخش قولك على الفكرة دي وكتب الفكرة دي في الملاحظات عندي فانت مش طبيعي لا تاتش وود بقى عشان بارز لا ده عشان بخاوي بجد اه اه افتي بورك دارز يعني ايو 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 قال لي ابني نطلع اتبخر اه الموضوع بجد كان بالنسبة لي ماشي اه حاجة كويسة ان انا بكتب الفكرة اللي انت بتفكر فيها حصلت اكتر من مرة فخلاص بدأت تسدق طب ابراهيم انت بيمثلك ايه لما بتلاقي ستة مليون فيو على الورق اللي انت كتبته وانت كمان يا ميما لما تلاقي ستة مليون فيو على فيديو انت مثلتي يعني ايه بيبقى احساسك به ايه وانت ابراهيم احساسك ايه برضو انا بالنسبة لي الحمد لله يعني ربنا وفقني في طريقة الكتابة ممكن الفيديو ده يبقى حد عمل الفكرة مثلا بشكل اخر بس احنا التناول بتاعها هو اللي خلانا نبقى اعلى منه احنا التناول بتاعها هو اللي خلانا نبقى اعلى منه